أشرت حضرت قبل قليل لمسألة التشدد والإرهاب أنه كانت ساهمت في تغيير صورة المملكة العربية السعودية والحقيقة هذه ساهمت في تغيير صورة كثير من الدول الإسلامية والدول العربية كونه وصم الإرهاب بالدين ولا علاقة الإرهاب بالدين هل ممكن أن نربط ما حدث في إيران بالتسعة وسبعين وما بين حركة التشدد على المستوى العالم العربي كله والعالم الإسلامي أكيد المشكلة الأساسية هي تسييس الإسلام يعني الإسلام السياسي يلعب ضد الإسلام اللي هو عقيدة طبعا وإخلاق وإسلام السياسي قبل الثورة الإيرانية بكثير مع حركة الإخوان المسلمين هذا مع عروفة لكن من نجح في انتشار الإسلام السياسي هو الخميني وبعدين اللي سمى جمهورية الإسلامية أنا بسميها الجمهورية التسييس الإسلام في نقطة أنت حرست عليها أكثر من مرة وهي أنه من بنى السعودية هم السعوديون وليس أي فريق ديني أو فكري أو عقائدي شرح لي هذه الفكرة التي وردت في كتبك كثيرا نحن في تاريخ السعودية المعاصرة عنا مرحلتين من غاية الأهمية الملك المؤسس طبعا الملك عبدالعزيز أسس الدولة السعودية وحاليا المرحلة الثانية هي مرحلة إنشاء الأمة السعودية يعني من الدولة إلى الأمة ومعنى ذلك أنه جمع الملك عبدالعزيز كل الأطراف في هذا البلد اللي ما كان عنده ولا تقليد جمعي كانوا تقاليدون القبائل القبائل صحيح وأخذ وقت بس يعني مشيت السعودية على النمط اللي أعرف اللي لاحظناها اللي شاهدناها والآن أصبح الشعب السعودي مستعد للحركة الجمعية لحركة الأمة لي ليس معناه أنه سيتركوا علاقتون مع الحرش بس تكون الأمة سمح لتكون سياسة مستقلة واللي وصفتي في البداية هي استقلالية القرار السعودي هذا من غاية الأهمية وعلى فكرة فرنسا عنا نفس المبدأ في التحرك الدبلوماسي استقلالية القرار ليس معناه أنه نحن في معسكرة أو من معسكرة صحيح ممكن نبني علاقات جيدة حسب نتفق أو نختلف ولكن القرار مستقل في نهاية الأمة هذا أهم شيء وأنا متأكد أنه استقلالية القرار السعودي يلعب دور فعل طبعا للشعب السعودي في الأول لكن أيضا للعرب كلهم لأن السعودية هي مع الأسف الدولة القوية الوحيدة حاليا على الصحة العربية في الشققالة وصد بعض من كل الأحلاس التعيسة بعض الحروب والثورات وأحداث المستيئة إذن تعتبر مستقبل العرب وللمسلمين ككل طبعا أنه ما هذا الإسلام فإذن كل العرب والإسلام عيوننا على السعودية على التجربة الحالية من مسلحتنا حتى نحن تعرف في فرنسا عنا أكثر من أربع مليون فرنسي من أصل عربي أو مسلمين بس طبعا تولدوا في فرنسا هما فرنسيين فإذن من مسلحتنا نجاح التجربة السعودية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر